كغيرها من بلاد العالم استقبلت مصر ضيفا كريها يسمى كورونا ووسط الإجراءات الحكومية الصارمة بدأ المصريون في ممارسة هواية السخرية من الأزمات بإطلاق النكات والأغنيات محبوس في البتو مفيش قعدة أهوى ولا شيشة ولا جول الترنب ولا طولة أبو شكل العيشة كنت ملك سلطن في زماني وعلى رسمي تريشة جلنا كورونا حبسنا في بيتنا وشدلنا الكيشة ومع الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي ازداد الإقبال على فني الكاريكاتير والكوميكس الذي يعتمد على إعادة توظيف صور من الأفلام في شكل يسخر من الواقع تعامل بالسخوية ده شيء مش جديد علينا عشان أهدى ويعمل كوميكس لازم يكون عندي أصلا باك جراند وخلفية سينمائية أصلا أنا عاية في الإفهات بتاعت السينما اللي كان بتعمل سوكسي فأنا بعيدي استخدامها واستصموها من أول وجديد وأصلا طبيعة الشعب المصري بيحب السخرية ومبدأ الحظر ده بدأ الرجالة تشترك في العمل المنزلي وبدأت الرجالة تشتبك مع الأطفال في خناءات وحوارات وكده فأنا خدت الكلام ده عمالة الكاريكاتير ده اللي هو رجل بيتعرف على عياله بيتعرف على بيته بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية يؤكد علم النفس على وجود فوائد عدة للسخرية من الواقع وإن كان مؤلما إنك إنت لما تنكت على الوضع لها يعني فايدتين فايدة إنك إنت بتعدي الأزمة لأنك بتقللها وفايدة إنك إنت بتزود المناعة بتاعتك فبقاوم المرض فأنا شايف إنها سلاح هام جدا وقوي وإحنا بنعرف نجيده أمريكات المقاولات العمالة اللي شغالة فيها من كل المحافظات سوفتوا لهنا يعني فبينزلوا أجهزة خمس جمعة فبنتخلين لو واحد اطلط مثلا مجي على الموقع هتلاقي فيروس كورونا قاعد معاك كده بيغني وبنادي على السعيدي وبنخل برسعيدي اللما دي لمة رجال مبسوط مهاجي في إيفنت ولا تزال النقطة المصرية تروي أحلك المواقف كما تروي مياها النيل الأرض القاحلة لتخرج ابتسامة في أصعب الظروف نينا حبيب الغد القاهرة